اسم الدرس نظافة اليدين والأسنان تمهيد النظافة أمر أساسي لصحة الإنسان فمعظم الأمراض المعدية يمكن تفاديها بمجرد غسل اليدين قبل الأكل وبعده كما يجب الحرص والاعتناء بنظافة وصحة الأسنان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان لما للنظافة من أهمية كبيرة في المحافظة على صحة الإنسان وحمايته من الأمراض أتعرف أولاً نظافة اليدين أهمية غسل اليدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة غسل اليدين هو أفضل وسيلة للحد من انتقال الجراثيم وخاصة لدى الأطفال غسل اليدين هو خط الدفاع الأول ضد انتشار العديد من الأمراض إن أهم ما يمكن أن يفعله الشخص لتجنب المرض هو غسل اليدين وهذا لا يقتصر على الرشح فحسب بل هناك أمراض أخرى خطيرة يمكن تجنبها بغسل اليدين كالإسهال متى نقوم بغسل أيدينا؟ يجب علينا غسل أيدينا عند الاستيقاظ من النوم قبل وبعد إعداد الطعام قبل تناول الطعام وبعده بعد استخدام الحمام بعد العطس والسعال قبل وبعد لمس مريض أو في حالة وجود مريض في المنزل قبل وبعد لمس الجروح والتقرحات بعد لمس الحيوانات بعد اللعب سواء في البيت أو خارج البيت في المدرسة مع الأصدقاء وعندما نجد أيدينا تحتاج إلى تنظيف الطريقة الصحيحة لغسل اليدين أولاً افتح صنبور الماء ثانياً بلل يديك جيداً ثالثاً ضع الصابون فوق يديك رابعاً أفرق يديك بالصابون لمدة عشرين ثانية كما في الخطوات التالية خامساً أشتف يديك بالماء سادساً أغلق صنبور الماء سابعاً جفف يديك بالمنجفة أو المنديل ثامناً ضع المنديل بالقمامة ثانياً نظافة الأسنان أهمية غسل الأسنان إن نظافة الفم والأسنان هي أحسن وقاية من تسوس الأسنان وخاصة إذا كانت مصحوبة بغذاء متوازن يجب تنظيف الأسنان بالفرشة بعد تناول كل وجبة لإزالة قطع الطعام الصغيرة التي تدخل بين الأسنان إذا ما قمنا بغسل أسناننا بعد العشاء يجب علينا الإمساك عن تناول الأطعمة وخاصة الحلويات نظافة الأسنان لا تعني فقط تفريش الأسنان فهناك بعض الخطوات التي تساعد على العناية بالأسنان وصحتها غير التفريش مثل اجدناب تكسير الأطعمة الصلبة بأسناننا كاللوز مثلاً يجب تجنب الأطعمة الشديدة الحرارة أو الشديدة البرودة والخلط بينهما في آن واحد يجب أن يقع حك الأسنان بالفرشاء في الاتجاهين الأفقي والعمودي من داخل الأسنان ثم من خارجها أتدرب أكمل بالكلمة المناسبة المعجون الصابون الماء الفرشاء لأحافظ على نظافتي أغسل يدي بي و أنظف أسناني بي و الإجابة لأحافظ على نظافتي أغسل يدي بالماء والصابون أنظف أسناني بالفرشات والمعجون ضع علامة قاطع ومقطوع تحت كل صورة تدل على نظافة أسناني الإجابة الإجابة صل بسهم الإجابة تحت Leslie إن يترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر